بعدين ما كل التحقيقات باطلة لأنه فيها خرق كتير كبير للأنون أساسا هذه التحقيقات باطلة نحن لصنا قضاء بس بكل وضوح وبساط القانون 191 المادة 47 منه يلي أكرر من سنة بمجلس نواب يمنع إجراء تحقيقات من دون حضور محامي يعني من لحظة توقيف أي مشتبه به واجب على محامي أن يحضر التحقيق فهذا عقيقي خرق القانون لأنه بيعد بأنه فيه مواطنين بسمنة ومواطنين بزيت وموقفه عين الرمانة بالنسبة له بركة مواطنية من درجة تانية وتم منع محاميهم من الحضور وهذا أول خرق للقانون ومن يوم توقيفهم بـ 25 الأول لحد اليوم أي بعد 17 يوم على توقيفهم مع حدا من الموقفين قدر يواجه محاميه هل هذا عدل؟ هل هذه عدالة؟ معقول قضية مثل هذه هل أدي تم التعامل معها باستخفاف وبكيدية؟ 15 شاب ما أحدا بيعرف شي عنهم إلا تطمينات مفوض الحكومة بالوكالة فادي عقيقة لماذا لم تتنحى عن التحقيق بالرغم من وجود صلة قربة بينك وبين زعيم حركة أمل نبيه بري يلي بيكون خال زاوجتك القاضية ندى دكرب يعني خالك بصلة الأربع وهو الرئيس الفعلي لهؤلاء المتهمين بالدخول إلى أزقة عين رمانة وأطلاق النار يعني حركة أمل دعيت ببيان والناس يلي كانت داخلت تنتمي إلى هذه الحركة وهو بيكون خالك وأنت عم تتعاطى بالملف وأنت عم تتحقق وأنت عم تدعي والمبدأ القانوني واضح بخصوص وجود صلة قربة بين القاضي وبين أحد المتخاصمين يتنحى عن الملف لما لم يبحث القاضي عائي بطلب الاستماع للمسلحين أو المسؤولين عنهم خاصة أنه كان في وضوح بما نوجه دعوات رسمية للتظاهر يعني ما كان لا طبور خامس ولا دعوة بالسر لما لم يبحث القاضي عن مبدأ الدفاع عن النفس الدفاع المشروع عن النفس من قبل المعتدى عليهم وتصرف معهم على أنهم المعتدين والأهم هناك سيارات رباعية الدفاع ظهرت ببعض مقاطع الفيديو بتوقيت غريب لحظة الانتهاء من إطلاق النار لما لم يبحث العائي ولم يقدم أي إشارة بهذا الخصوص بالملف كل هذه الأسئلة والوقائة اندلت على شاء فهو على أنه هناك خارق واضح للقانون هناك كيدية في التعاطي مع الملف هناك قلة احترام لعقول اللبنانيين بتوقيف أربع أشخاص من أصل عشرات حتى منقول مئات يعني نحن حصينا مية وستة بس يعني بإحصاء صريع وغير حرفي بعشر صور ترجمة نانسي قنقر